بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى التابعين وعلينا معهم كذلك يا رب الولين والآخرين أما بعد أما بعد أيها الفضلاء أيها الأحباب الأعزاء اعلموا وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه أن الله تعالى جلت قدرته خلق العرش خلق العرش الذي لا غاية لانتهائه ولا نهاية لتعاليه والعرش هذا يا ولدي لؤلؤة تتلألأ ملء الكون فلا يكون العبد فلا يكون العبد على حالة من أي الأحوال في الدنيا إلا انطبع متاله في العرش على الحالة التي يكون عليها لا يكون العبد كيفما كان على حالة من أي الأحوال في هذه الدنيا في هذه الفانية إلا انطبع متاله في العرش على الحالة التي يكون عليها فإذا كان يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة ووقف هذا العبد للمحاسبة أمام الله عز وجل كشف له عن صورته كشف له عن صورته فرأى نفسه التي كان عليها في دار الفناء التي هي هذه الدنيا فيتذكر فعله بمشاهدة نفسه فيأخذه من الحياء والخوف ما يجد وصفه ولهذا العرش الكريم لهذا العرش الذي خلقه الله عز وجل تمانية أعوان تمانية أعوان يحملونه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية تمانية أعوان يحملون عرش الله يحملونه بعون الله وهذه أسماؤهم أسماء حملة العرش الأول الأول ألف الثاني أبجد الثالث هوزحين الرابع طيكلين الخامس منسعين السادس فسقرين السابع شت تاخين والأخير ضد ضاغين الثامن الذي لا تعلمونه هو الألف هو حرفه الألف فهو لفلك الأفلاك الألف يحكم على جميع الأفلاك لفلك الأفلاك هناك سبعة أفلاك ولكن تامنهم مجموع فيه هذه السبعة يسمى بفلك الأفلاك هذا بالنسبة لعلماء الفلك وأما السبعة للأفلاك السبعة واعلم كذلك يا ولدي يا حبيبي أيها الطالب النجيب اعلم بأن الدراري سبعة والأيام سبعة والخدام الذين يخدم سبعة وعدد آيات فاتحة الكتاب سبعة والملائكة العرشية كما سبق سبعة والبحار سبعة والسماوات سبعة والأراضين كذلك سبعة ونرجع إلى ما نحن بصدده فأقول وعلى الله حسن القبول درسنا اليوم هو خديم من الجن يمتتل لأمرك خديم من الجن يخدمك طيلة حياتك هذا الخديم له خدمة شريفة تقلب لصاحبها الأعيان ويسخر له الهوى وتطوى لك الأرض أيها الطالب اعلم رحمك الله أن لهذه الأحرف دعاء عظيم وخدمة شريفة من اتصل بها فإنه تتقلب له الأعيان ويسخر له الهوى وتطوى له الأرض أقد وضعتها لكم مرتبة بحروفها وأشكالها وأسمائها وملائكتها وخدامها وطبائعها في جدول مسبع في هذا الجدول الآتي مسبع فألمه جيدا يا ولدي وصنه وصنه جيدا وبالله التوفير نحن سنشرح انظروا إلى هذا المسبع هذا المسبع لصواقط الفاتحة يسمونها بصواقط الفاتحة الكل يقول لها فجاشين تدخازين ولكن لا لكي يموهونكم وضعوها خطأ حسدا من عند أنفسهم واليوم ها هي فخاشين زضتين جيم فجاشين تدخزين الفاء ليوم الأحد فرد اسم الله اسم الجلال فرد الخاء خبير الشين شهيد وليس شاكور زاي زكي الضعظ ظاهر الثاء وارت وليس تابت وارت الوارت هو الله والجيم جبار والأشكال وهي الطلسمات السليمانية هي النجمة سداسية وليست خماسية سداسية ها الفاء لها يوم الأحد والملك العلوي رقيائيل والسفلي مذهب وهي حار سعيد حار سعيد والخاء خبير ها هو الشكل سليماني الاثن له يوم الاثنين جبرايل مر رطب سعيد الشين شاهيد له يوم التلتاء الملك العلوي سمسا مائل ومنهم من يقول شمشا مائل والأحمر السفلي فهو بارد يابس نحس يوم التلتاء نحس الزاي حرف الزاي له من الأسماء زاكي له من الأيام يوم الأربعاء أو الأربعاء له من الملائكة العلوية ميكائيل أو ميكيائيل له من الملوك السفلي سيد برقان وهو ممتزش أما حرف الض له اسم ظاهر يوم يومه الخميس ملكه العلوي صرف يائيل شمه رش أو شمه روش ولكن في جميع الكتب نقول شمه رش هو حار الرطب سعيد وحرف الثاء المعجام وارث وارث له يوم الجمعة الملك العلوي عن يائيل السفلي زوبع حار رطب سعيد والأخير جيم لهو جبار له يوم السبت عزرائيل ميمون بارد النحس أو أقله رطب سعيد قلوه جيدا أما دعاء هذه الخدمة لكي تحصل على الخديم فهو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله المتعالي في دنوه المتدالي في علوه المتجبر بجبروته المنفرد بالعزة والكبرية العالم الذي أحاط علمه بالآخرة ولولا ولا إله إلا هو الصمد القائم والسلطان الدائم الذي خضعت له الملوك وصار المالك لعظمته مملوك فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع أقصمت عليكم أيها الروحانية الطاهرة الملكوتية بالاسم السريع المحجوب وهو اسم الله ذو السبعة الأحرف أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا أقصمت أقصمت عليكم به يا رقيائيل ويا جبرائيل ويا سمسمائيل ويا ميكائيل ويا صرفيائيل ويا عنيائيل ويا عزرائيل إلا ما أمرتم خديما من الجن يمتتل أمري ويراعي حقي ولله علي عهده وميطاقه ألا أصرفه في معصية أو لا أصرفه وكان عهد الله مسؤولا اعلم أنك إذا فعلت ذلك يا ولدي فإنك ترى من أمر الله عجب فصنه جهدك عن الخلق ما قدرت ولها تصاريف كثيرة وخدمة غير هذا تركته طلبا للإيجاز والاختصار لأن المراد غير ذلك صلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الفضل والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير يا نعم المولى ويا نعم النصير ولدنا ولدكم يا رب ارحمهم في الضارين يا رب اغفر لنا ولهم أولادنا ولداتكم ربي نجينا ونجيهم من الأمراض والأصقام والعلل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين